بسم الله الرحمن الرحيم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عبيا لتنذرهم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ويب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الفسط لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرى للمشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم وإن الذين ورثوا الكتابا بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادعوا واستقنوا كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري كلا من الساعة قريب يستاجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله نطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة النصيب أم لهم شركاء شعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أمين ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله رفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطي ويحق الحق بكلماته إنه غريب بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده يبغوا في الأرض ولكن يعزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم ويعفوا كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ورد ولا نصير ومن آياته الجوار في بحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضل رواكد على ظهره إن في ذلك لآياته كل صبار شكور أو يبقهن بما كسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم محيص فما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبارر الكور فواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحق الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في العرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزيئون ومن يضل الله فما لهم ورد من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلا معد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الدل ينظرون من طرف خفير وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا وأنفسهم ويهديهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دول الله ومن يبني الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتيعون لا مرد له من الله ما لكم من مجر يومئذ وما لكم من مكير فإن أعرضوا فما أرسيئك عليهم حفيظا إن عليك إلي البلاء وإنا إذا أدقنا الإنسان إنا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان البشر من يكلمه الله لا وحيا أو من وراء إحجاب أو من وراء إحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا لذلك روحا من أمرنا ما كنت تدريب الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتحدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور